السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي مرحبا بكم مجددا وأعتذر على هذا الغياب الطاويل أصدقائي إذن أصدقائي فأنا متواجد في البيت وسوف أشارك معكم هذا الفيديو إذن كما تلاحظون سوف نقوم بإصلاح هذا المشكل لهذا التلفاز سامسونج إذن مشكل هذا التلفاز أصدقائي هو مشكل خطوط كما تلاحظون في الأسفل هنا وهنا كما تلاحظون حتم والتلفاز يبقى بعد الوقت شغال ومن بعد تختفي الصورة إذن أصدقائي مضل هذا التلفاز كما تلاحظون E.E. 48.H. 600.290.A إذن هذا هو مضل لهذا التلفاز إذن أصدقائي سامسونج فهي شاشتها معروفة بمثل هذه المشاكل إذن أصدقائي سوف أريكم طريقة حل هذا المشكل إن شاء الله وصاحب هذا التلفاز أتاني به من مدينة العرائش لكي أقوم بإصلاحه إذن أصدقائي تابعوا معي سوف أريكم الطريقة لإصلاح هذا المشكل إذن أصدقائي قمتوا بفتح التلفاز كما تلاحظون إذن هذه الماينبورد أو البور سبلاي وهذه الكارت مير أي بطاقة الأم وهنا الطايكون إذن عندما يكون المشكل في الصورة نتوجه مباشرة إلى الطايكون إذن الطايكون هو المسؤول عن الصورة للشاشة إذن كما قلنا أصدقائي المشكل فهو في الأساس من الشاشة الشاشة بها مشكل وعلينا بقطع بعض المسارات سيكافي في أو إلغاء بعض المسارات في هذا الطايكون إذن أصدقائي كيف نحدد المشكل هل من هذه الفلاتة أو هذه إذن أصدقائي كما راحتم في الفيديو في الأول كان مشكل في هذه المنطقة خطوط ظاهرة في هذه المنطقة لأن الشاشة فهي منقسمة إلى قسمين كما تلاحظون هذا القسم وهذا القسم كما تلاحظون إذن أصدقائي الخطوط كانت في هذه الجهة إذن سوف أشغل في هذه الفلاتة إذن إن كان لديكم مثل هذا المشكل الذي رأيتم في الأول خطوط في الأسفل وتشغل الصورة حوالي أربعة أو خمسة دقائق وتفصل بشكل نهائي سوف تطبقون نفس العملية وإن كان لديكم مشكل آخر قموا بالبحث عن مشكل سوف يكون مشكل آخر ليس في نفس المكان الذي سوف أريه لكم الآن إذن تابعوا معي أصدقائي لأن هذه العملية كنت أفعلها قديما في هذه الشاشات سامسونج وتشغل بشكل جيد وتختفي ذلك الخطوط وحتى الصورة تبدو وكأنها لا يوجد بها أي مشكل إذن تابعوا معي أصدقائي إذن أصدقائي سوف أرسم لكم الفلاتة أو بما يصطلح عليها الصمتة إذن لاحظوا معي مثلا هذه الفلاتة يوجد عديد من البينات هنا على هذا الشكل العديد من المصارات كم من مصار في هذه الفلاتة؟ 68 مصار إذن أصدقائي إن وجهكم مثل هذا المشكل سوف تقوموا بالحساب حساب من هنا 22 مصار 22 مصار وهنا سوف نحسب 38 مصار كما تلاحظون من بعد سوف نقوم بعمل لاسق في الوسط إذن إذن لاحظوا معي 38 و 22 إذن 8 و 2 10 إذن نقوم بعمل هنا 0 ونحتفظ بـ 1 3 و 2 5 و 1 6 إذن 60 إذن كم بقي لنا 8 لأن الفلاتة بها 68 مصار إذن هذا الرقم 8 سوف نقوم ب قص لاسق وسوف نقوم ب وضعه أو وضعه هنا سوف إذن يكون هنا على هذا الشكل أصدقائي على هذا الشكل 22 مصار من هنا و 38 و 38 مصار هنا و 8 8 مصار يعني تبقى لنا هنا 8 لأن هنا 60 وبقي 8 سوف نقوم بإلغاء 8 مصار هنا أصدقائي إذن مفهوم إذن العملية فهي واضحة على ما أعتقد 8 مصار سوف نقوم ب إلغائها لكي لا تقوم بالدخول إلى الشاشة لأن هذه المصار التمانية إن دخلت إلى الشاشة سوف تعمل لنا خطوب وسوف تشغل مدة قصيرة وسوف تختفي الصورة إذن الآن سوف نقوم بإلغاء هذه المصار وسوف تشغل معنا الصورة إن شاء الله بشكل جيد إذن تابعوا معي أصدقائي إذن أصدقائي كما تلاحظون سوف نقوم بتركيب الفلاتة في مكانها كما تلاحظون هذه الطريقة وإن واجهكم مشكل في مشكل ليس بنفس هذا المشكل مثلا خطوط في مكان آخر لن تعمل معكم هذه الطريقة عليكم بإلغاء مسارات أخرى لن سوف تبحثون على المسارات التي عليك بإلغاؤها أنا أقول إن كان لديك نفس المشكل الذي رأيت في الفيديو في الأول خطوط في هذا المكان في الأسفل والصورة تشغل حوالي أربعة أو خمسة دائق وتفصل سوف تطبق هذه العملية وإن كان لديك خطوط في هذا المكان أو في الأعلى أو في الأسفل سوف تتوجه إلى هذا المكان وسوف تقوم بالبحث إلى المسارات التي عليك أن تقوم بإلغاؤها إذن الآن سوف نقوم بالتجريب إذن أصدقائي الآن سوف نقوم بالتجريب بسم الله إذا لاحظوا أصدقائي على قول الله أكبر اختفت الخطوط كما تلاحظون والصورة جيدة إذن لاحظوا أصدقائي لا توجد أي خطوط الآن إذن أصدقائي سوف أترك التلفاز لمدة وسوف نقوم بإلقاء نظرة عليه مرة أخرى إذن أصدقائي تركت التلفاز ساعتين وهو شغال بدون أي مشكل والصورة تابتة بدون أي خطوط ولا مشكل إذن في الأول الصورة كانت فيها خطوط وتشغل خمسة دقائق أو أربعة وتختفي الصورة بشكل نهائي والآن ساعتين من العمل والصورة شغالة بشكل جيد إذن كما تلاحظون أصدقائي إذن وصلنا إلى الفيديو أصدقائي لا تنسوا الضغط على الزر اللايك والاشتراك إن كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي وإلى فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وإيتي على وبركاته